تستعد محافظة بابل لإحياء شهر محرم الحرام الذي وقعت فيه العديد من الأحداث وأهمها المصاب الجلل لسيد شهداء أهل الجنة وصبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي الأحرار الإمام الحسين وأنصاره في وقعة الطف بكربلاء وتشهد المحافظة تحضيرات مكثفة لإحياء مراسيم هذا الشهر حيث بدأت المواكب والهيئات الحسينية بنصب سرادقها لإقامة العزاء وأحياء ذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في تقليد سنوي تشهده المدينة أعرفنا حقيقة اليوم الحضور في هذا المجلس المبارك وهو رفع راية الأصلاح راية الإمام الحسين في هيئة وموكب السيدة القية يتيمة الحسين عليه الصلاة والسلام وهذه حقيقة هذه الرأية تمثل الإصلاح التي خرج الإمام الحسين عليه أفضل الله الصلاة والسلام رافعها من أجل إصلاح هذه الأمة أني لم أخرج أشرا ولا بطنا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت الإصلاح في أمة جدي اليوم يتحتم على الجميع وخاصة في العراق هذا عراقنا المطلوم العراق الجريح أن ينهب بثورة إصلاحية حقيقية أن يجسدوا ثورة الإمام الحسين أول أعمال عملناها برفع الراية وقراءة القرآن والذكر المبين شعراء آل البيت الذين هم يوفيسون الفكرة لحضور الزوار والمجتمع لترسيخ الأمور التي تجسد معنوياتها وأمورها الفكرية التي هي تقوم بأصلاح المجتمع من خلال هذا الأصلاح هو فرع من فروع الدين ما قام به سيد مولاي أبو عبد الله الحسين مواطنون أكدوا أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام جسدت مسيرة لإصلاح شؤون الأمة بمختلف عنوينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية يمثل ثورة ضد الباطل ثورة الحق ثورة نصرة المظلوم على الظالم ثورة تجعل كل أطياف الشعب العراقي خاصة والعالم أجمع زينت متساول في حقوق وواجبات هذه الحكومة ما فيها الأحزاب ما قدموا شيء للشعب أنا أتمنى أتمنى من الله أن يسرون وأن يتخذون إجراءات عادلة وصارمة وأن يمشون بما يرضي الشعب الشعب لا يحتاج من أدو طلباتها بسيطة خدمات كهرباء ماء تعيين ينظرون للإنسان المظلوم الإمام الحسين خرج لإنصاف المظلوم خرج للحق ما خرج لمسألة مادية أو مسألة عقائدية لا وإنما خرج للإصلاح في أم جده محمد صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين عليه السلام أكد على أهمية طريق الحرية وعدم القبول بحياة الذل والخنوع والعيش كالعبيد ودعا إلى أن يكون الناس أحرارا كراما سواثيا في الحقوق والواجبات